يا مساء الخير والورد والفل والياسمين عليكم جميعا مشاهدين العزاء وحشتوني جدا 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 من الاسبوع اللي فات للاسبوع النهاردة للاسبوع ده جمعة مباركة عليكم جميعا دايما بنجلكو يوم الجمعة الساعة 6 على قناتكم الصحة والجمال في الحقيقة في دعوات خبيثة وماكرة للتظاهر يوم 20 ستمبر خدوا بالكو يا مصريين خدوا بالكو من كل إنسان غادر مش عايز البلد دي تتقدم خدوا بالكو من كل إنسان حقود حقود وأقل ما يقال عنه أنه حقود بيدعو لدمار البلد دي بلدنا فيها 100 مليون لو اتجرينا للحروب وللتظاهر هندمر بلدنا في بعض البلاد كلكو عارفينها إخوانية البلاد دي هيموتوا هيموتوا من التطور اللي احنا فيه هيموتوا من قد إيه بلدنا عمالة بتتطور وكل يوم مشاريع وكل يوم تطور في التعليم تطور في الطرق تطور في كل حاجة الحقيقة هذه الدول الخبيثة بتمول أصحاب النفوس الضعيفة اللي موجودين في مصر اللي هم الإخوان يلا خليهم يتظاهروا خليهم يخربوا البلد بدل ما تركز الحكومة في إن هي تطور في بلدنا لا تركز في إن هي تفض منازعات وخلافات وناس بتخرب البلد فهم يصلحوا هذه الإطلافات استغلوا موضوع التصالح وقانون التصالح الأخير ويقرروا إن هم يعني يقرروا الناس في الحكومة خدوا بالكوا فلوس التصالح دي ما شاء الله يعني الفترة اللي فاتت نزلت لخمسين في المية ولسه بتنزل يعني الحكومة حاسة بيكم والحكومة لما تطلب مننا فلوس أنا أقول واحدة روح تتصالحتي على فكرة لما الحكومة بتطلب التصالح ده هتاخد منك الفلوس مش هتاخدها لنفسها هتطور لك طرق وأظن كل المصريين شافت قد إيه في تطور رائب في الطرق هتطور لك بنية تحتية هتطور لك حاجات كتير حاجات كتير هتفيدك كإنسان اتفرج على المدن الجديدة اللي موجودة كل يوم اتفرج عن التطور والمشاريع الهيلة اتفرج على التطور في التعليم كل التطورات دي في دول أعدالنا بالمرصاد بتتمنى أنها تخرب مصر خدوا بالكوا يا مصريين اوعوا اوعوا تقعوا في الفخ ده أو في المكيدة دي خدوا بالكوا كويس قوي خدوا بالكم واشتغلوا وكل واحد فاشل وعاطل هو اللي بيقعد يسمع للكلام ده لكن الإنسان اللي بيشتغل بيبقى مركز في نجاحه مركز إزاي أتطور إزاي أعمل نفسي عايز البلد تستقر عشان يطور من شغله ومن حياته عايز استقرار عايز نجاح عايز حياة جميلة وحلوة لكن الفشل العاطلين اللي قاعدين هم دول اللي مركزين والله مش عجبهم أي حاجة تقول لك دي بلد وحشة ما فيها الشغل هو أنت قمت من مكانك ودورت على الشغل ومالقيتش شغل فاخدوا بالكم ما تنخدعوش ما حدش ينخدع بلدنا حلوة وبتتطور وإن شاء الله تبقى أحلى وأحلى وأحلى وربنا يرد كيد كل إنسان حاقد ونفسه في خراب مصر مصر هتفضل بإذن الله هي واحة الأمان للعالم كله إن شاء الله بإذن الله النهاردة معينا ثلاث فقرات وطبعا فقرة اسأل مونة بعتذر لحضراتكم عنها النهاردة لإن معينا الجدول بتاعنا في الفقرات مسحوم بس أوعدكم كل اللي بعتولي مشاكلهم إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة القادم هنائش مع حضراتكم كل المشاكل اللي انتو بعتوهالي مبسوطة كده إن انتو بتتفاعلوا معي وبتبعتولي مشاكلكم وأي حد حابب يتفاعل معنا إحنا صفحتنا على الفيس برنامج هي وآدم مع دكتور مونة الماتي هنبدأ مع بعض أول فقرة طبعا أنا معوداكم على فقرة المطعم مع مونة مش بجيب لكم أي مطعم أنا بنقلكم تجربتي الشخصية تجربة من مطعم مميز جدا 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 النهاردة حبيت أنقلكم تجربة مختلفة تماما المصريين دايما بيحبوا الأكل المصري وكمان بنعشاء الأكل اللبناني ولما نتكلم عن الأكل اللبناني فهنتكلم عن مش هقول براند لأنه مش لوكال براند ده فرانشايز في أكتر من دولة هذا الفرانشايز أثبت جدرته في مصر فتح فرع واثنين وتلاتة ومشاء الله بيفتح فروق كثيرة بناء على طلب كل اللي بيدخل المكان بيدوق الأكل بيعجبوا بيقول لهم لا طوروا أكتر افتحوا فروق أكتر لأن بجد الأكل بتاعه هايل جدا 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 لما تدخل الفرانشايز اللي احنا هنتكلم عنه هيعجبك جدا الجيكور بتاعه هيعجبك جودة الأكل هيعجبك الطعم الهايل هتحس أن أنت انتقلت وروحت لبنان معينا ومعاكم النهاردة فرانشايز ليلة من لبنان وبنرحب بتجوفنا اللي موجودين معنا في الستوديو بنرحب بالأستاذ حسام سيد مدير تشغيل فروق مطاعم ليلة من لبنان أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحركة دكتورة عزيزي حضرتك أهلا بحضرتك نورت النهاردة ده نور حضركة فن ربنا يخلي حضرتك يا رب شكل لزوءك والتقديمة الجميلة دي يعني احنا أقل منها بكتير لا بالعكس انتو ما شاء الله عليكم بجد المطعم عندكم مميز جدا الجيكور بتاعكو هاي الأكل بتاعكو يجنم ما شاء الله تحرك على الكومنت الجميلة دي وان شاء الله احنا دايما في التطور للأفضل بنرحب كمان بالشيف ربيع عدنان الشيف العمومي لمجموعة مطاعم ليلة من لبنان أهلا بك إزاي حضرتك يا شيف الحمد لله تمام أهلا بلبنان وأهل لبنان ببمان أهلا بيكي الله يخليكي يا رب أهلا بحضرتك أستاذ حسام سيد حضرتك مدير التشغيل في مجموعة مطاعم ليلة من لبنان أيضا ما شاء الله أنا في البداية شديني كلمة ليلة ليلة من لبنان أيها الاسم جي إزاي الاسم جي من بنت في الضيعة في لبنان كانت بتعمل أكل ريفي لبناني بتقدمه للناس في البيت وطبعا بالنسبة للقصة نفسها والبنت دي إيه قصتها تحديدا أفضل مني في شرحها طبعا شيفة أبو علي لأنه هو أصلا من أصل لبناني أيوة وعارف القصة طبعا كلها وعارف البنت بدأت حياتها إزاي لغاية لما وصل من أكبر المطاعم في لبنان وابتدأ يتباع خارج لبنان في كل دول الخليج والميدل إيست بالكامل يعني فروع ليلة من لبنان موجود في سعودية موجود في الكويت موجود في دبي موجود في كل الدول العربية أغلب الدول العربية وطبعا بالنسبة للشرح القصة أنا أفضل أن شيفة أبو علي هو اللي يشرحها أكيد لأنه هو أفضل مني في القصة وتفاصيلها لأنه هو طبعا مولود كان في لبنان وعارف القصة وعارف يعني هي ليلة دي مش مثلا بنت الأونر لا 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 خالص دي قصة لا لا مش بنت الأونر ولا حاجة دي هي عملت المشروع بتاعها وكبر وصل للمرحلة اللي حرك وصلنا لها دلوقتي ما شاء الله بما أن حرك بقى اللبناني إيه بقى قصة ليلة؟ عندكو في لبنان دي قصة مثلا ولا إيه؟ هلأ هي مش قصة بس هي قصتها ليلة عايشة بقى ستة بالضيعة ستة كتير شاطرة بالأكل تعلمت الأسرار الأكل اللبناني منها وحبت تطور هذه الفكرة ونزلت على المدينة وفتحت مشروعة والعالم بسط بهذه الفكرة وبلش تطور بهذه الفكرة وتنشرها بالعالم العربي ما شاء الله يعني هي أساس البراند أو أساس الفرانشايز هي ليلة اللي تعلمت الأكل من جدتها حلوة جميلة الكصة طيب حضرتكو لما جيتوا مصر والفرانشايز نزل مصر فتحتوا فروع كتيرة كلمنا بقى حضرتك عن الفروع الفروع إحنا فتحنا الأول في اسكندرية في منطقة اسمها كفر عبدو كان عندنا لوكيشن فيها ما شاء الله كان كويس جدا وبعدين بعد كده فتحنا في كايرو فيستفل ما شاء الله عندنا فرع في كايرو فيستفل وعندنا فرع في مولي في إيجيبت وعندنا فرع في النادي الأهلي مدينة ناصر تمام وعندنا فرع في النزهة في مصر الجديدة في شارع النزهة في مصر الجديدة ما شاء الله الله مبارك وعندنا فرع في سيتي سنتر اسكندرية كارفور اسكندرية الفروع بتاعتنا كلها بتتميز بالأكل اللبناني بطبيعة الأكل اللبناني طبيعة السيربس المميزة الأيتمات بتاعتنا طبعا احنا جايبين شوية أيتمات كده نهاردها لحضرتك وناخد رأي المشاهدين طبعا معنا في مش هيدوقوا بس يعني ممكن حضرتك هدوقي طبعا أنا أقول لكم على فكرة أيوة طبعا هتغسسيهم طبعا ده شرف لينا ونكملنا نكون عند حصن ضمن حضرتك الأول والمشاهد إن شاء الله هي أساس فكرتنا إن أنا بنقلهم التجربة بعد ما فعلا والأكل بتاعكم هايل بجد فعلا هايل والتست عند حضرتك ياخدك فعالم تاني وكأنك رحت لبنان بالتوتش اللي هو السبايسي الأكل اللي هو فيه توابل كده مميزة ليه طريقة مميزة في الأكل ما شاء الله اللهم يبارك طيب بما إننا بقى النهاردة اتكلمنا عن الفروع عايزة حضرتكو تقولولنا أهم الأطباق اللي بتقدموها واللي مشهورة بيها لبنان ومشهورين بيها في ليلة من لبنان طبعا شيف أبو علي أكتر واحد يتكلم عن اللباق بتاعتنا هو الأساس هو اللي بيعملها لنا طيب يا شيف إحنا كمان عرضيني الصور على الهوى بتاعت الأكلات الجميلة بتاعتكم تمام نحنا طبعا عنا مينيو كتير كبير بيتمتع بالأكل اللبناني ماشاء الله ومينيو عنا كله طيب بس نحنا باللبنان في بعض الأكلات اللي هي أكتر شي دارجي بالبيوت وبالمطاعم الفتوش الحمص أنا عايز أخبرك الورق العنب أيوة ورق العنب إحنا منغش منكم ورق العنب البطاطا الكزبرة أيوة فهول الأكلات كتير شائعة بالبيوت اللبنانية تمام قولي بقى دي سلطات ولا دي إيه أي دي مشان الفتوش هنعمل الأول شي الفتوش أيوة ومنرجع بنا نعمل مقاني يعني دي رسبي لحاجة حضرتك هتعملها لنا دلوقت صحيح هتعمل لنا إيه فتوش فتوش أول شي الفتوش دلوقت مشاهدين أعزاء الشيف عدنان هيعمل لنا أجمل فتوش في الدنيا هدوقوا أقول لكم مش هدحك عليكم بس ما شاء الله على حضرتك يا شيف قدينا مستنيين الفتوش الجميل إيه بقى غير الفتوش أو الأطباق المهم عندكم في المطعم عندنا طبعا أطباق المشاوي أساسية عندنا الشيش طاوق إحنا مميزين بيه جدا جميل عندنا الريش بتاعتنا عندنا نوعين من الريش عندنا ريش بيتيلو وريش دوني بنعمل النوعين دول برضو من الأطباق اللي احنا مميزين بيها جدا بنعمل طبقين مميزين جدا زي الطبق اللي هو الماكس جرال الماكس جرال ده عندنا منه وزنين عندنا منه 380 جرام ممتاز وعندنا منه 800 جرام ما شاء الله الطبق ده بيبقى فيه كليكشن من المشاوي بيبقى عبارة عن شيش طاوق وعبارة عن كفتة وعبارة عن كفتة فراخ وشيش كباب جميل بينزل معاه بطاطس محمرة بينزل معاه خضار مشوي وبينزل معاه 380 بينزل معاه طبق روز جميل وطبعا بينزل معاه حاجة اسمها دب أو ريمكن تمية الله ده من ضمن الاطباق المميزة جدا عندنا عندنا طبعا الاطباق الجديدة اللي احنا عاملين اطباق جديدة عاملين ستيك عاملين سيزر حاجات بس لبناني بتتقدم في لبنان جميل حاجات دي ممكن تتفهم انها ايطاري لكن احنا بنقدمها بالوي اللبناني بالطريقة اوكي بالطريقة اللبناني بالضبط كذا عندنا طبعا زي ما قال حريك الشاف الورعينة بالبطاطا الكوسبرة المحمرة الحاجات دي طبعا يعني دي اكتر حاجة مميزة في لبنان الله واكتر حاجة بتبقى الناس عندنا في الفروع بتطلبها جميل عايز برضو اقول حريك على حاجة مهمة جدا ان احنا بنعملها في الفترة دي حاليا احنا بنجهز اكل نايل والناس تحضروا في البيت حيوة جدا الفكرة دي يعني انا دلوقتي رجع من شغلي بالضبط كذا ونفسي اكل اكل بتاع ليلة من لبنان بالضبط الرقم ده حاجة بتتصلوا عليه مشاهدين اي حد بيقدر يتصل الورع عنب السلطات الاكل كمان نقدر ان احنا نبعته متاب الجاهز على التسوية فقط مغير ممتاز فدي دي البلان اللي احنا شغالين عليها في الوقت الحالي فكرة حلوة جدا وكل بسبب الفترة اللي فاتت والظروف اللي كان فيها البلد في الفيروس كورونا ده خلى الناس كلها في فكر الاكل والمطاعم وكده يبتدوا وفكروا في حلول اخرى تقدر تساعد الناس عشان طبعا حجم التشغيل بتاع المطاعم الكاباستي بتاعت المطاعم نفسها ما بقتش زي الاول فبالتالي احنا بنساهل على الناس وفي نفس الوقت بندلهم الابشن ان هو يقدر بدل ما ينزل ويتعب نفسه ونقدر ان هو ياخد نفس الاكل اللي هيكله في المطاعم بس يسويه في البيت عنده وكده افضل يعني انا ممكن ااخد واشيره في التلاجة واسويه فالاكل يبقى طالعلي فريش مش ااخده مستويه فاركنه فمايباش فريش ده حقيق افهم طبعا انتو عندوكوا الاجراءات الاحترازية قوية جدا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي احنا شايفينه ده كان فيديو ده كان الاجراءات التعقيم قبل فتح المطعم في ظروف الكورونا ممتاز بعد ما جلنا القرار الوزاري بان احنا نفتح فطبعا ما كانش نينفع ان احنا نفتح قبل ما احنا نطمن على نفسنا قبل الزبوت اكيد اكيد بالضبط فطبعا عملنا تعقيم شامل لجميع المطاعم وتحديدا ده فرع كايرو فيستفل هاي ما شاء الله يعني عملنا كل الاجراءات الاحترازية دي عملناها في كل الفروع عندنا تمام حتى طريقة التشغيل عندكم وطريقة تدريب العمالة مختلفة تماما ومميزة جدا عايزة حريك تكلمنا عن الموضوع ده والله حريك احنا اي حد بيخش جديد في المؤسسة عندنا ما ينفعش ان هو ينزل يشتغل قبل ما ياخد حاجة اساسية هو التدريب على هو هيبيع ايه بالضبط يعني انا ما ينفعش اجي عند حضرتك اشتغل وانا مفروض ان انا مش عارف مثلا الكوباية دي فيها ايه انا هقول لحضرتك ازاي فاحنا عندنا ثلاث حاجات اساسية بنعملها لأي كرو نازل عندنا في اي فرع فيه طبعا شخص مسؤول عن تدريب الاصطف وتأهيله ليكون مناسب للفرع ومناسب لتشغيل الليلة اول هام بنعمل حاجة اسمها مينيو نولج مينيو نولج دي يعني معلومات عن المينيو ايه المينيو ده وايه طبيعته وهو فيه ايه اللي بيتقدم منه ونوع الاكل بيتقدم ازاي ولازم يكون عارف كمان التدبيل اللي احنا بنستخدمه لان ممكن يكون فيه زبون ما بيحبش حاجة معينة صح في الوردر ده مثلا توم زيت عنده حساسية من حاجة معينة فلازم ان احنا بنديله تنويه ان الايتم ده او الطبق ده فيه فيه الرسل بتاع 1-2-3 بالزبط كده فهو بيقولك لأ طب ممكن تشلي ده تحط لي ده فطبعا بنعمل اول حاجة هي المينيو نولج بعد كده حاجة اسمها النظافة الشخصية اللي هي البرسونال هايجين اوكي وبعد كده فيه حاجة بقى خطوات الخدمة اللي هي ده بندله خطوات الخدمة ده كده هو بيكون عدى المرحلة الاولى اللي هو يقدر ينزل بيها المطعم يتدرب عملي تمام يكون عارف المينيو تمام عارف نظافته الشخصية وشكله يكون عامل ازاي داخل المطعم وعارف الايتمات بتاع طولها هيباعها اكيد اكيد ممتاز طريق التشغيل مميزة جدا وعايزة ارجع لشيف اه ربيع عملتلنا ايه شيف هملكم الفاتوش الله عليك وهلأ هنعمل مقانق والبطاطا الكزبرة اوكي نعمل بقى الفاتوش شكله مغرل دلوقتي هنعمل مقانق يعني اين مقانق معلش عشان نزيل مقانق اه هي لحمة بتنحشب الهنك عناسق السجوء بس بناكهة تاني زي السجوء معلش نعملكو ترانسليشن وكيف نفس السجوء بس مكهة تاني تمام اسمه مقانق وفي سجوء هلأ ان احنا نعمله مقانق نحنا بنتميز فيه بلبنان جميل اوكي واحب اضيف بس حاجة شوف بعد اذنك طبعا ان ده تصنيع عندنا احنا ما بنجيبوش جاهز انتو موجود في ليلة من لبنان فقط اه ده تصنيع سجوء بادي يعني احنا اللي بنجيب اللحمة واحنا اللي بنجيب السجوء واحنا اللي بنحشيه واحنا بنعمل كل حاجة يعني احنا متيريال بتاعتنا احنا اللي بنصنعها ايوه مش بنجيبها جاهزة لسه كنت عايز اسأل حضرتك على المتيريال يعني فعلا الاكل لما بنيجي ناكله في ليلة من لبنان منحسة قديوها فريش ده راجع لايه؟ ده راجع طبعا لنوعية المتيريال اللي احنا بنشتريها النوعية دي بتساعدنا ان احنا نقدم احسن كواليتي موجودة في السوق بالنافس طبعا لان احنا عندنا منافسين في السوق فلازم ننافس بالهات نفسي بالسيرفيس والكواليتي اكيد اكيد وطبعا النظافة اكيد دول تلات حاجات لازم ننافس بيهم في السوق المصري تمام فده بيبقى اهم شيء ننافس بيه هي الكواليتي والنظافة والخدمة تلات حاجات اساسية لا لا يستغنى عنها اي مطعم في مصر وفعلا لو رحت مطعم ليلة من لبنان هتلاقي الكواليتي عالية جدا طعم يجنن قعدى طحفة لكنك فعلا رحت لبنان جيكور حلو جدا 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 التست جميل جدا وطبعا التست الجميل او الطعم الجميل ده راجع لان هم بيختاروا كل حاجه فريش كل حاجه الكواليتي بتاعتها عالية جدا لكل اللي شايفينا وحابين ان هم يزوروا ويجربوا مطعم ليلة من لبنان كل الفروع موجودة دلوقتي ارقامها على الشاشة مشاهدين الاعزاء لكل اللي حابين يجربوا مطعم ليلة من لبنان الارقام موجودة على الشاشة كمان العنوين الخاصة بالفروع موجودة على الشاشة كمان مطعم ليلة من لبنان بيقدم لكم فكرة مميزة جدا للناس اللي مش بتبقى راجعة من بيتها من شغلها راجع البيت مش هتقدر تنزل تتفسح ممكن حضرتك تبتسلي وتغذي الاكل مجمد معمول اوكي على التسوية يعني حتى ممكن تغذي بكميات وتشيليها عندك وعلى التسوية يبقى انت كده هتطلعي الاكل فريش اول باول هتعملي على قدك انت وقسرتك واللي هيفيد هيبقى متشال عندك في التلية دي فكرة هيلة جدا هم ابتقروها في ايام كورونا والفكرة مستمرة لان هم وجدوا انها فكرة عملية ونكحة جدا ووجدت اقبال شديد جدا 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 يا شايف الروايح الحلوة دي لا انا مقدرش على كده عايز اقول لحضراتكم ان الريحة في الستوديو تجنم بيعملوا دلوقتي نقانق صح كده؟ وبنعمل مقانق وبطاطا كوزبر مقانق بالام مقانق مقانق وبطاطا كوزبر بطاطا اللي هي بتاعتنا سويت بوتيتو لا بطاطا لا بطاطس بطاطس ايوه نحنا بلبنان بنقلها بطاطا ايوه بطاطس بالكوزبر ايوه شكلها فعلا حلو جدا انا حاجز الكلام ده اخلص الهوة وعلى طول ربنا يخلي حضرتك يا رب بجد يا شيف اكلاتكم حلوة جدا والريحة هيلة وانا عايز اجرب بصراحة بله انا شيف طبعا انا 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 سيادة المخرج وشاز محمد اقوم ولا ايه؟ تمام اوكي اه طبعا ده فاتوش اوكي ده فاتوش ايه تمام ودي البطاطس بالكوزبرة بطاطس بالمصري بقى عشان يتعلموها تمام ودلوقتي بيعملوا المقانك المقانك دي وقلنا ان هم بيعملوها في المطعم ليلى من لبنان محدش بيعرف يعملها برا هيا سبيشيالي عندهم هم وبس طب ايه مفيش معلقة ولا حاجة؟ تتخلص بعد الهوابة لا لا فيه معلقة الصغيرة ياه يلا اوكي تمام معلقة الصغيرة اوكي تمام ده الفاتوش ايوه بجد الطعم طحفة جدا 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 ده الفاتوش صح البطاطس البطاطس خلتني بقى ابنانية زيك البطاطس بالكوزبرة يم 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 هتطلها طوم طوم وحر هي بتيجي سبيسي وكوزبرة وصنة لمون يجنن تسلم ايدك يا شيف صح دايما الاكل اللبناني بتحبوا تحطوا فيه خل وطوم ولمون وورق العنب بتاعكم دايما بيبقى مزز المصرية لو عملت ايه ما تعرفش تعمل زيه هم عندهم تكة كده بتبقى التكة بتاعتكم مميزة قوي وبيزودوا سنة اللمون دايما وده مفيد جدا وطعمه حلو جدا لأ انا كده حرام بقى بجد تسلم ايدك يا شيف صحتان وعافظة انا مش عارف اقول لكم ايه المطعم بتاعكم هايل تستاهلوا كل خير يا ترى في خطة تطويرية عند حضراتكم طبعا عندنا خطة تطويرية ان احنا بنسيرش على اماكن جديدة داخل القاهرة وخارج القاهرة التدريب بتاع العمالة زيادة المبيعات من خلال الفكرة اللي قلت حضرتك عليها ان احنا نوصل الاكل بتاعنا ناية للبيوت او للشركات او لاي مكان محتاج دعاية فكرة التدريب فيها افكار كتيرة جدا بان احنا نطورها فكرة التشغيل وفكرة الفروع نفسها تطويرها وتجددها ده برضو مهم ان انت لازم تحافظي على الشكل بتاع الفرع وما يكونش دايما لما بتروحي تلاقي نضيف جديد اكيد اكيد فكل ده طبعا محتاج بنشتغل على ايتماد جديدة وافكار جديدة مثال النادي الاهلي انا افكار كتير بنتطور فيها وبنعمل تشغالين على مينيو جديد في النادي الاهلي ان شاء الله ينزل في خلال الفترة القادمة خلال اسبوع او اسبوعين ماشاء الله فده طبيعة الشغل عندنا عمتا واتمنى طبعا ان هو ينول كل اعجاب المشاهدين ان شاء الله واحنا تحت امرهم مرسي جدا لحضرتك تحت امر حضرتك يا دكتور بجد في نهاية فقرتنا بنشكر حضرتك جدا جدا انا شاكر لحضرتك جدا وشاكر الاستضافة الجميلة دي وشاكر المشاهدين الكرام اتمنى ان نكون الفقرة عجبتهم اكيد اكيد كيفية وجود حضرتكم وبجد شرفرونا وانا عايزة نقان جديد اتسلم ايدك يا شيف اتسلم ايدك في نهاية فقرتنا مشاهدين الاعزاء بنشكر الاستاذ حسيم سيد مدير تشغيل فروع كل فروع مطاعم ليلة من لبنان بنشكر حضرتك جدا بنشكر حضرتك جدا وبنشكر كمان الشيف اللي بنورنا من لبنان وبجد اتحفنا بالاكل بتاعه وبجد اكله طحفة انتم مش متصورين انا هنا في الاستوديو الريحة ملهاش حل بنشكر حضرتك شيف ربيع عدنان شيف العمومي لجميع فروع مطاعم ليلة من لبنان نشكر حضرتك جدا تسلم ايدك يا شيف مشاهدين الاعزاء هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني لو هتروحوا في اي حتة استنونا